بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يُقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر والصلاة فإن العبد إما أن يكون في نعمة فيشكر عليها أو في نقمة فيصبر عليها كما جاء في الحديث عجبًا للمؤمن لا يقد الله له قضاءً إلا كان خيرًا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرًا له وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرًا له وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة وبيَّن تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة كما تقدَّم في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمرٌ صلى رواه أبو داود في السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه قاله المعلّق حفظه الله فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ولا يجزع والصبر صبران فصبرٌ على ترك المحارم والمآثم أن تصبر تمنع نفسك عن المعاصي وصبرٌ على فعل الطاعات والقربات تجاهد نفسك على أداء الواجبات وما يُقرِّبك إلى الله جل جلاله والثاني والصبر على فعل الطاعات أكثر ثوابًا لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله الصبر في بابين الصبر لله بما أحب وإن ثقُل على نفسك يعني تجاهد نفسك على فعل الطاعات الصبر لله بما أحب وإن ثقُل على الأنفس والأبدان والصبر لله عما كرِه أن تمنع نفسك عن المعاصي وإن نازَعت إليه الأهواء ومن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يُسلَّم عليهم الذين يُسلَّم عليهم إن شاء الله يُحافِظ على طاعة الله ويُحمل نفسَ عن المعاصي وقال علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله إذا جمع الله إذا جمع الله الأولين والآخرين يُنادي مُنادٍ أين الصابِرون قالوا فيقوم عنقٌ من الناس فتتلقَّاهم الملائكة عليه السلام فيقولون إلى أين يا بني آدم فيقولون إلى الجنة فيقولون وقبل الحساب قالوا نعم قالوا ومن أنتم قالوا قالوا الصابِرون قالوا وما كان صبرُكم قالوا صبرنا على طاعة الله أي على أداء الواجبات وصبرنا عن معصية الله أي منعنا نفسه عن المعاصي حتى توفَّان الله قالوا أنتم كما قلتم ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين اللهم وفقنا لذلك واغفر لنا وارحمنا وعفعافنا وعفو عنا والمسلمين والمسلمات وأهلنا وأولادنا قلت ويشهد لهذا قوله تعالى إنما يوفَّى الصابِرون أجرهم بغير حساب وقال سعيد بن جبير رحمه الله الصبر يعتراف العبد لله بما أصاب منه واحتسابه عند الله رجاء ثوابه وقد يجزع الرجل وهو متجلِّد أي يجاهد نفسه على الصبر لا يُرى منه إلا الصبر وقوله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ بل أحياء يخبر تعالى أن الشهداء في برزقهم أحياء يُرزقون فما جاء في صحيح مسلم رحمه الله أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت الشهيد الذي يقاتل في سبيل الله ويُقتل في سبيل الله أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش فاطلع عليهم ربك في الطلاعة الزوجل فقال ماذا تبغون فقالوا يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك ثم عاد إليهم بمثل هذا فلما رأوا أنهم لا يتركون من أن يسألوا قالوا نريد أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى لما يرون من ثواب الشهادة فيقول الرب جل جلاله إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون أي لا يرجعون إلى الدنيا وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله عن الإمام الشافعي رحمه الله عن الإمام مالك رحمه الله عن الزهري رحمه الله عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رحمه الله عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن أي روح المؤمن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه اللهم ثبتنا على الإيمان والسنة وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ياذل الجلال والإكرام فيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاً وإن كان الشهداء قد خُصِّسوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم وتكريماً وتعظيماً ولنبلوَنَّكم بشيءٍ من الخوف والجوع ونقصٍ من الأموال والأنفس والثمرات وبشِّر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبًا قالوا إِنَّا لله وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهْ وَأُولَئِكَ هُمْ الْمُهْتَدُونَ اللهم أهدنا وثبِّتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات أخبر تعالى أنه يبتلي عباده المؤمنين أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ فَتَارَةً بِالسَّرَّاءِ أي بالنعم وَتَارَةً بِالضَّرَّاءِ أي بالمصائب من خوفٍ وجوع كما قال تعالى فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ فَإِنَّ الْجَائِعِ وَالْخَائِفِ كُلٌّ مِنْهُمَا يَظْهَرُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ولهذا قال لباس الجوع والخوف وقالها هنا بشيءٍ من الخوف والجوع أي بقليلٍ من ذلك ونقصٍ من الأموال أي ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والثمرات أي لا تُغِل أي لا يحصُر فيها ثمر أي لا تُغِلُّ الحدائق والمزارع كعادتها كما قال بعض السلف رحمهم الله فكانت بعض النخيل لا تُثمر غير واحدة وكل هذا وأمثاله مما يختبر الله به عبادة فمن صبر أثابه الله ومن قنط أحلَّ الله به عقابة ولهذا قال وبشِّر الصابرين وقد حكى بعض المفسرين رحمهم الله أن المراد من الخوف هاهنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان ونقص الأموال كالزكاة والأنفس الأمراض والثمرات الأولاد وفي هذا نظر والله أعلم ثم بيَّن تعالى من الصابرون الذين شكرهم قال الذين إذا أصابتهم مصيبا قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أي نحن ملك لله وإليه نرجع فلا يسعنا إلا الصبر أي تسلَّوا بقولهم هذا عما أصابهم وعلموا أنهم ملك لله يتصرَّف في عبيده بما شاء بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرَّه يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عبيده وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلواتٌ من ربهم أي ثناءٌ من الله عليهم ورحمة صلوات أي ثناءٌ من الله عليهم ورحمة قال سعيد بن جبير رحمه الله أي أمنةٌ من العذاب الله أمنهم من العذاب وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم العدلان ونعمة العلاوة العدلان الذان يوضعان على ظهر البعير عدلان والعلاوة ما كان في وسط البعير نعمة العدلان فأولئك هم فهذه العلاوة فهذا العدلان صلواتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة أي الزائدة على العدلين وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادةٌ في الحمل وكذلك هؤلاء أعطوا ثوابهم وزيدوا أيضاً الله يثني عليهم ويرحمهم وأولئك هم المهتدون اللهم اجعلنا منهم وخلنا ورحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمين وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة فعلى المسلم إذا أصيب بمصيبة أن يقول وهو يفهم معنى ما يقول إنا لله أي نحن ملك لله وإليه راجعون فيصبر ويحتسب فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يونس حدثنا ليث يعني ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عمر بن أبي عمر عن المطلب عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت أتاني أبو سلمة زوجها رضي الله عنها أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به أي فرحت به قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبا فيسترجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يسلم الأمر لله فيسترجع عند المصيبة ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به يعني أجره الله ويخلف عليه اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل ذلك به يعني أجره الله ويخلف عليه قالت أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها فحفظت ذلك منه أي حفظت هذا الدعاء فلما توفي أبو سلمة زوجها رضي الله عنه استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منه ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلم فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أذبغ إهابا أي جلدا لي فغسلت يدي من القرض شيء يوصل به الجلد وأذنت له فوضعت له وسادة وسادة أدم حشو هاليف وسادة من جلد ملء هاليف وهو الشعر الذي يكون في الزرع فقعد عليها فخطبني إلى نفسي الرسول عليه الصلاة والسلام خطبها فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله ما بي ألا يكون بك ألا يكون بك الرغبة ولكني امرأة فيها غير شديدة أنا أغار فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به وأنا امرأة قد دخلت في السن يعني كبرت وأنا ذات عيال فقال أما ما ذكرت من الغيرة فسوف يذهبها الله عز وجل عنك وأما ما ذكرت من السن أي من الكبر فقد أصابني مثل الذي أصابك وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عي عيالك عيالي صلى الله عليه وسلم قالت فقد سلَّمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوَّجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلم أم المؤينين رضي الله عنها بعد أبدلن الله بأبي سلم خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا ينبغي للمسلم إذا أصيب بمصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها وفي صحيح المسلم رحمه الله عنها رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبا فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله من مصيبتي وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلم رضي الله عنه قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون أي نحن عبيد لله وإليه راجعون فلا يسعنا إلا الصبر وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام ابن أبي هشام حدثنا عباد بن زياد عن أمه عن فاطمة بن حسين أن أبيها الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلم يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها وقال عباد قدم أهدها فيحدث لذلك استرجاعا إنا لله وإنا إليه راجعون إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب متى ما تذكر مصيبته وقال إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم جرني في مصيبتي وخلف لي خيرا منها ورواه بن ماجة رحمه الله في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن هشام بن زياد عن أمه عن فاطمة بن تل حسين عن أبيها الحسين رضي الله عنهما وقد رواه إسماعيل بن علي ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن أبيه رحمهم الله كذا عن فاطمة عن أبيها رضي الله عنهما قال المعلق وقال البوصيري في الزوائد محمه الله هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف وقال الإمام أحمد محمه الله حدثنا يحيى بن إسحاق السالحين أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي سنان قال دفنت ابنا لي فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحا يعني الخولان فأخرجني وقال لي ألا أبشرك قلت بلى قال حدثني الضحاك ابن عبد الرحمن ابن عرزب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت عليه السلام قبرت ولد عبدي قبرت قرة عينه وثمرة فؤاده قال نام قال فما قال قال حمدك واسترجع قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه رجعون قال ابن له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد فينبغي للمؤمن أن يصبر ويحتسب ثم رواه عن علي بن إسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترميذي رحمه الله عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به رحمهم الله وقال حسن غريب واسم أبي سنان عيسى بن سنان رحمه الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو يتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا سليمان بن داود الهاشمي أخبرنا إبراهي بن سعد عن الزهر عن عروة عن عائشة أم المؤمنين قلت أن الأنصار أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية صنم التي كانوا يعبدونها عند المشلل اسم مكان وكان من أهل لها يتحرَّج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرَّج أي نخاف أن نتطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى قوله فلا جناح عليه أن يتطوف بهما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ثم قد سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما الصفا والمروة فليس لأحد أن يدعى الطواف بهما أي السعي بين الصفا والمروة أخرجاه بالصحيحين فالسعي بين الصفا والمروة رُكُن في الحج ورُكُن في العمرة ولا يتم حج أحد إلا بذلك وأما ما ظنَّ عُرْوة خطأ لأن الآية فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ليس فيه لا وهو ظنَّ أنه لا حرج على من لا يتطوف بهما فبينت له أم المؤمنين أن هذا الفهم خطأ وأنه لا بُدَّ من السعي بين الصفا والمروة لمن حجَّ أو اعتمر وفي رواية عن الزُّهر رحمه الله أنه قال فحدَّثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث من الهشام فقال إن هذا العلم ما كنت سميته ولقد سميت رجالًا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين كانوا يقولون إن طوافنا بين هذين الحجرين أي الصفا والمروة من أمر الجاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمل بالطواف بين الصفا والمروة فأنذل الله تعالى إن الصفا والمروة من شائر الله قال أبو بكر بن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء أن الذين كانوا يتهرجون في الجاهلية والذين قالوا إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة أنزل الله الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجَّ البيت أو يتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما فالسعي بين الصفا والمروة رُكْنٌ في الحجِّ والعمر ورواه البخاري رحمه الله من حديث مالك عن هشام العروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بنحو ما تقدَّم ثم قال البخاري رحمه الله حدَّثنا محمد بن يوسف حدَّثنا سُفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت أنسا رضي الله عنه عن الصفا والمروة قال كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وذكر القرطبي رحمه الله في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت الشياطين تفرَّق بين الصفا والمروة الليلة كله وكانت بينهما آلهة أي أصنام في الجاهلية فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وقال الشعب كان إساف صنم على الصفا وكانت نائلة صنم على المروة وكانوا أي أهل الجاهلية يستلمونهما فتحرَّجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية وأصنام قد زيلت وطواف أهل الصفا والمروة عبادة لله عز وجل قلت وذكر ابن إسحاد رحمه الله في كتاب السيرة أن إسافا صنم ونائلة صنم كانا بشرين فزنيا داخل الكعبة نعوذ بالله فمسخا حجرين مسخهم الله حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة لإعتبر بهم أن ليعتبر بهم الناس فلما طال عهدهما عبدا أعوذ بالله ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصباه نارك فكان من طاف بالصفا والمروة استلمهما ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته المشهورة وحيث ينيخ الأشعريون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائل فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله وأما أمر الجاهلية والأصنام فقد وزيلت وهدمت ولله الحمد فالسعي بين الصفا والمروة عبادة لله جل جلاله وفي الصحيح المسلم رحمه الله من حديث جابر الطويل رضي الله عنه وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه لما طف بالبيت وصل الركعتين عاد إلى الركن الحجر الأسود فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به يعني الله بدأ بذكر الصفا ونبدأ بالصفا وفي رواية النساء رحمه الله ابدأ بما بدأ الله به أي نبدأ بالصفا أولا ثم المروة وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن المؤمل عن أعطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به ذاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فالسعي ركن في الحج وفي العمرة ثم رواه الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرزاق أخبرنا معمر عن غاصل مولى أبي عيين عن موسى بن عبيد عبيدة عن صفية بن تشعيبة أن أخبرتها رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي رحمه الله ومن وافقه وروايا عن أحمد رحمه الله وهو المشهور عن مالك رحمه الله وقيل إنه واجب وليس برك فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وهو روايا عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل بل مستحب وإله ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن السيرين وروايا عن أنس وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولكن القول الأول هو المعروف أنه ركن وحكي عن مالك رحمه الله في العتيبية في العتبية قال القرطبي واحتجوا بقوله ومن تطوّع خيرا وقيل بل مستحب والقول الأول أرجح يعني أن السعي ركن في الحج والعمر لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم فكل ما فعل في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم وقد تقدم قوله عليه السلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي أي فرض عليكم السعي فقد بيّن الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروى من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم الخليل عليه السلام في مناسك الحج وقد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أصل ذلك مأخوذ من تطوّف هاجر رضي الله عنها هاجر أم إسماعيل أم ولد إبراهيم عليه السلام أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر رضي الله عنها وتردادها بين الصفا والمروى في طلب الماء لولدها لما نفذ ماءها وذادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هناك ليس عندهما أحدٌ من النأس فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تردد في هذه البقى بين الصفا والمروى المشرفة بين الصفا والمروى متذلل خاضع وجل مضطر فقير إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرِّج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماءها طعام طعم وشفاء سُغط فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذلَّه وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجه إلى الله عز وجل ليُزيح ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يُثبِّته عليه إلى مماته وأن يُحوِّله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصر إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام فعلينا إذا سعينا أن نتذلَّل وندعو ونتضرَّ إلى الله فيكشف عنا البلاء كما كشف عن هاجر عليه السلام وقوله تعالى فمن تطوَّع خيرًا قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجب ثامنة وتاسعة ونحو ذلك وقيل يطوفُ بينهما في حجَّة التطوُّع أو عمرة التطوُّع وقيل المراد تطوَّع خيرًا في سائل العبادات حكى ذلك فقر الدين الرازي وعزَّى الثالث أي نسب القول الثالث إلى الحسن البصري رحمه الله والله أعلم وقوله فإن الله شاكرٌ عليم أن يُثيب على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يُبخَس أحدًا فلا يُبخَس أحدًا ثوابه ولا يظلمُ مثقال ذرَّه وإن تكُ حسنةً يُضاعِفها ويُؤتِمِ اللَّدُّنه أجرًا عظيمًا له الحمد والمنَّة إن الذين يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهِ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُوا عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارُ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ هذا وعيدٌ شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله عليهم الصلاة والسلام قال أبو العالية رحمه الله نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم الله ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل فاليهود كتموا ذلك فلعنهم الله ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء الذين يكتمون فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون وقد ولد في الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار والذي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحداً شيئاً إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية فالذي عنده علم وسئل يجب أن يبين ولا يكتم وقال ابن أبي حاتم رحمه الله وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمر عن زاذان أبي عمر عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه فيسمع صوته كل دابة غير الثقلي يعني غير الإنس والجن فتلعنه كل دابة سمع الصوت فذلك قول الله عز وجل فذلك قول الله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني دواب الأرض نعوذ بالله من لعنة الله وغضبه نعوذ بالله من الكفر والكافر ورواه بن ماجا رحمه الله عن محمد عن عمار بن محمد به رحمه الله وقال عطاء ابن أبي رباح رحمه الله كل دابة والجن والإنس وقال مجاهد رحمه الله إذا أجدبت الأرض أي يبست من قلة الأمطار قالت البهائم هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم إذا حبس المطر بسبب الذنوب البهائم تقول هذا من أجل عصاة بني آدم لعن الله عصاة بني آدم فعلينا أن نتوب إلى الله ونحذر المعاصر اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتو علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتاد رحمهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم ملائكة الله عليهم السلام والمؤمنون وقد جاء في حديث إن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعين واللاعنون أيضا وهم كل فصيح وآجم إما بلسان المقال أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله أعلم ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه من تاب تاب الله عليه فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا وبيَّنوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبيَّنوا للناس ما كانوا كتموه وأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي هذا دلال على أن الداعي إلى قفر أو بدع إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التنوي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه من تاب إلى الله توبة نصوحة بأن ترك الذنب وندم على ما مضى وعزم على أن لا يعود وردح حقوق الناس غفر الله له اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وتوب علينا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ثم أخبر تعالى عن من كفر به واستمر به الحال إلى مماته بأن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها أي في اللعنة التابعة لهم إلى يوم القيام ثم المصاحبة لهم في نار الجهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها أي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون أي لا يغير عنهم لا يغير عنهم ساعة واحدة ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك نعوذ بالله من عذاب الله وقال أبو العالية وقتادا رحمهم الله إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون نعوذ بالله من الكفر والكافرين فصل لا خلافة في جواد لعن الكفار وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن من بعده من الأئمة رضي الله عنهم يلعنون الكفر في القنوط وغيره فأما الكافر المعين يعني فلان ابن فلان فقد ذهب جماعة من العلماء رحمهم الله إلى أنه لا يلعن لأننا لا ندري بما يختم له الكافر الحي المعين لا يجوز لعنه لأننا لا ندري لعله يتوب ويختم له بخير واستدل بعضهم بهذه الآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعلة الله والملائكة والناس أجمعين وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين واختار ذلك الفقيه أبو بكر من العربي المالك رحمه الله ولكنه احتج بحديث فيه ضعف واستدل غيره بقوله عليه السلام في صحيح البخار رحمه الله في قصة الذي كان يؤتى به سكران فيحده أن يقيم على الحد فقال الرجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله يقيم على الحد ولا نزيل قالوا فعله فعلة المنع من لعنه بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله اللهم ارحمنا واغفر لنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا الله يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين الإسمين في أول السورة وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيُّو إسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وألف لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيُّو ثم ذكر الدليل على تفرُّده بالإلهية بتفرُّده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته تبارك وتعالى فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفُلْك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخَّر بين السماء والأرض لآيات لقومي يعقلوا دلائل على وحدانيته وربُبيته وعظمته يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض تلك في لطافتها أي السماوات وارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة التي تسير والثوابت الكواكب التي ثابتة ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها أي ثغنها وانقفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم واختلاف الليل والنهار هذا يجي ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكي يسبحون سبحان الخلاق العظيم وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان كما قال تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل أن يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا والفلق التي تجري في البحر بما ينفع الناس أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاشي الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك القليم إلى أهل ذلك الإقليم ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها سبحان الله كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجَّرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون الحمد لله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم السلطان سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون جل جلاله وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وبثَّ فيها من كل داب أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك جل جلاله كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين سبحان الله وتصريف الرياح أي تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب وتارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تفرقه وتارة تصرِّفه ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة الصباء وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبور وهي غربية تفد من ناحية دبور الكعبة والرياح تسمى كلها لحسب مرورها على الكعبة وقد سنَّف الناس في الرياح والمطر والأنواء أي النجوم كتباً كثيراً فيما يتعلَّق بلغاتها وأحكامها وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان مالك الملك اللهم ثبِّتنا على الإسلام والإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات والصحابي المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يُصرِّفُه تعالى لآياتٍ لقومٍ يعقلون أي دلائل على وحدانية الله وعظمة والصحابي المسخر بين السماء والأرض أي سائر بين السماء والأرض يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يُصرِّفُه تعالى لآياتٍ لقومٍ يعقلون أي في هذه الأشياء أي في هذه الأشياء دلالات بيِّنة على وحدانية الله تعالى كما قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قيامًا وقعودًا وعلى جنوبهم ويتفكَّرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فقِنَا عَذَابَ النَّار سُبْحَانُ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانُ اللَّهِ العظيمِ فقال الحافظ أبو بكر بن مردوية رحمه الله أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم حدَّثنا أبو سعيد الدشتكي حدَّثني أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت قريش محمدًا صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفى ذهبًا فنشتري به الخيل والسلاح ونؤمن بك ونقاتل معك قال أوثقوا لي يعني أعطوني ميثاق أني إذا دعوت ورازحكم الله تؤمنوا أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفى ذهبًا لتؤمن النبي فأوثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك قد أعطاهم الصفى ذهبًا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابًا لم يُعذِّبه أحدًا من العالمين هذا الشرط قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم ربي لا أي لا تعطيهم أنهم ما يمكن لا يؤمنوا فإيهلكم هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن ربك قد أعطاهم الصفى ذهبًا على شرط على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم الله عذبهم عذابًا لم يُعذِّبه أحدًا من العالمين قال محمدٌ صلى الله عليه وسلم ربي لا بل دعني وقومي فلا أدعُهم يومًا بيوم فأنزل الله هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفُلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كل هذه دلائل ددل على وحدانية الله وعظمته وأنه على كل شيء قدير جلَّ جلاله ورواه ابن أبي حاتم رحمه الله من وجهٍ آخر عن جعفر بن أبي المغير رحمه الله به وزاد في آخره وكيف يسألونك عن الصفاء وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر